الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة وهم يطاردونه ويضعون الجوائز على من جاء به حيا أو ميتا فما هي إلا ثماني سنوات يعود صلى الله عليه وسلم منتصرا فاتحا وهكذا سنة الله في الكون بنصر أوليائه المؤمنين لما غدرت قريش مع بكر وبيت قبيلة خزاع الذين دخلوا في صلح النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذلك بمثابة نقض للصلح صلح الحديبية خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة ليفتحها قبل أن نتحدث عن هذه الوقعة نؤكد أن هذا الدين كان يؤكد على حرمة الدماء وعلى حرمة المواطن المقدسة والأماكن الشريفة المحرمة ومنها مكة المكرمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح خطب في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حرم مكة إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لمرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماء وأن لا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخصا بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم قال وإنما أذن لي فيها ساعة من النهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس ألا ليبلغ الشاهد الغائب فهكذا كانت حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك كانها صلى الله عليه وسلم يؤكد على ذلك في مواطن عديدة جاء في الحديث الآخر أن خزاعة قتلوا رجلا من بني الديل أو من بني ليث لعام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه في الجاهلية فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فركب رحلته فقام في الناس فخطب تلك الخطبة العظيمة التي حمد الله فيها وأذنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وصلت عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي ألا وإنها إنما حلت لي ساعة من نهار ألا وإنها ساعة هذه حرام إلى قيام الساعة لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يعقل وإما أن يقاد فقام العباس فقال يا رسول الله إلا الإذخر يعني نبات الإذخر رخص لنا في أن نأخذه فإن نجعله في بيوتنا لأنهم يسقفون به البيوت إذ إنه يتمدد ويمنع نزول الماء ونجعله لقبورنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر من الوقائع التي وقعت في ذلك اليوم ما ذكرته أم هانئ تقول أم هانئ ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره قالت أم هانئ وهي ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذه فقالت هي أنا أم هانئ بنت أبي طالب فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بأم هانئ فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمان ركعات بعضهم يجعلها صلاة الضحى وبعضهم يجعلها سنة الفتح وكان ملتحفا في ثوب واحد فلما انصرف صلى الله عليه وسلم قالت أم هانئ يا رسول الله إني أجرت رجلا فلان ابن هبيرة وإن ابن أمي علي بن أبي طالب قد زعم أنه قاتله فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ في هذا أن أمان المرأة واجب التنفيذ سائغ ويلزم الأخذ به يقول ابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على رحلته ناقة اسمها القصوى وكان معه أسامة ابن زيد ومعه بلال وعثمان ابن طلحة من الحجبة حتى أناخى عند المسجد عند البيت فدعى عثمان ابن طلحة فأمره أن يأتي بمفاتيح البيت فذهب عثمان وجاء بالمفاتيح ففتعت الكعبة وما ذاك إلا لتعظيم هذا البيت في ذلك اليوم يوم الفتحة يوم الفتح فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بلال وأسامة ابن زيد وعثمان ابن طلحة ثم أغلقوا الباب فأطال النبي صلى الله عليه وسلم ولبث فيه ساعة ثم خرجوا وجاء من جاء إلى ابن عمر يقولون له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وابتدر الناس الدخول ودعخلوا في الكعبة قال ابن عمر فأقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج فكنت أول الناس دخل على إثره في الكعبة فوجدت بلالا قائما بين البابين من وراء الباب فسألت بلالا أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة قال نعم صلى فيه قلت أين قال بين الساريتين المقدمتين التيني على يسارك إذا دخلت فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموطن داخل الكعبة فهذا شيء مما وقع في ذلك اليوم في يوم فتح مكة ولعلنا نورد بعضا ما وقع في ذلك اليوم بعد الفاصل بإذن الله حياكم الله كنت ذكرت دخول النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة يوم فتح مكة ويتعلق بها قصتان غريبتان أما القصة الأولى فتتعلق بالأصنام التي كانت في الكعبة فإنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم كانت الكعبة والمسجد مليئين بالأصنام وفيهما أصنام كثيرة فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل البيت حتى تخرج تلك الأصنام فأخرجت فمحيت وكان مما وجد صورة إبراهيم عليه السلام وصورة مريم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما علموا أن الملائم لا تدخل بيتا فيه صورة فأخرجوا صورهم وكانت صورة إبراهيم وإسماعيل يستسقمون بالأزلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله والله لقد علموا أنهما لم يستقسما بالأزلام قط هذا إبراهيم مصور فما باله يستسقم ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولما خرج صلى وركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة وأما الحادثة الثانية فتتعلق بمفاتيح البيت فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ المفاتيح مفاتيح الكعبة من عثمان ابن طلحة الشيبي الحجبي نزلت الآيات الكريمة في الأمر بأداء الأمانات إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فأرجع المفاتيح إلى عثمان وقد ذكر ابن عباس خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وفيما ذكره زيادة عما ذكره غيره فكان من الزيادة أنه قال لا هجرة بعد الفتح يعني أن مكة أصبحت دار إسلام وبالتالي لا هجرة منها ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم يطلب منكم النفرة إلى الجهاد من قبل صاحب الولاية لإمام فانفروا إن الله حرم مكة فهذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا تلتقط لقطتها إلا لمعرف ولا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله فإنه لا بد منه لصاغتنا لأنهم إذا أحرقوا طال إحراقه وبالتالي يتمكنون من إساحة الذهب والفضة بحرقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر فإنه حلال أن يجوز لكم أن تقطعوه ومن أحاديث ابن عباس أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة ومعه عشرة آلاف وذلك في السنة الثامنة من مقدمه المدينة فسار هو ومن معه من المسلمين إلى مكة وكان صلى الله عليه وسلم في رمضان فكان يصوم وكان الناس يصومون حتى بلغ مكانا يقال له الكديد فدعا بماء فوضع الماء على راحلته ثم نظر إلى الناس ورفع الماء إلى يديه من أجل أن يراه الناس فشرب النبي صلى الله عليه وسلم نهارا فأفطر واستمر على الإفطار حتى قدم مكة وحتى انسلخ الشهر الكريم فقال المفطرون للصوام أفطروا فأفطر الناس فكان ابن عباس يقول بعد ذلك قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر في السفر فمن شاء صام ومن شاء أفطر لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة عام الفتح بلغ قريشا أنه صلى الله عليه وسلم خرج فخرج أبو سفيان وحكيم بن حزام وبديل بن ورقى يلتمسون الأخبار ما الذي يصح في هذا فأقبلوا يسيرون حتى أتوا على منطقة يقال لها مر الظهران فإذا هم بنيران كثيرة كأنها نيران عرفة فقال أبو سفيان ما هذا كأنها نيران عرفة فقال بديل بن ورقى هذه نيران بني عمر قال أبو سفيان بني عمر أقل من ذلك فرآهم ناس من حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركوهم فأخذوهم فأتوا بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ أسلم أبو سفيان فلما سار قال النبي صلى الله عليه وسلم احبس أبا سفيان عند ملتقى الجبل حتى ينظر إلى المسلمين ما الذي وقع وما الذي حصل بعد إيقافه ليرى الجموع الكثيرة من الجيش هذا ما سنأخذه بعد الفاصل بإذن الله جل وعلا نعم أخذ العباس أبا سفيان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وحبسه عند خطم الجبل من أجل أن يرى كثرة الجيش ووفرة أعداده فجعلت القبائل تمر مع النبي صلى الله عليه وسلم كتيبة كتيبة على أبي سفيان فمرت كتيبة فقال من هذا يقول أبو سفيان فقال العباس هذه غفار فقال أبو سفيان ما لي ولي غفار ثم مرت جهينة ومرت سعد بن هذيم ومرت سليم ومرت القبائل مرت الأنصار لما مر الأنصار قال العباس هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن عبادة معه الرأية فلما مر سعد بن عبادة قال يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل القعبة فقال أبو سفيان يا عباس حبذ يوم الذمار ثم جاءت كتيبة فإذا فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت أقل الكتائب وكانت راية النبي صلى الله عليه وسلم مع الزبير بن العوام فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة قال ما قال قال كذا قال له قال كذا وكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب سعد هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة وهذا يوم تكسى فيه الكعبة فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن تلبس الكعبة الكسوة قال وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز رايته بالحجون وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تحول الراية من سعد إلى ابنه يقول العباس للزبير بن العوام يا عبد الله يا أبا عبد الله ها هنا أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر خالد بن الوليد أن يدخل مكة من أعلاها من كداء ودخل نبي الله صلى الله عليه وسلم من كدي فقتل من خير خالد يومئذ رجلان بسبب أنهم لقوا بعض المقاومة من بعض أهل مكة من الروايات التي وردت في هذا الباب ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجعل لأبي سفيان مكانة وميزة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر مناديه أن ينادي من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن دخل البيت فهو آمن ومن أغلق عليه بيته فهو آمن لتكون هذه الكلمة مما يمتاز به أبو سفيان عن غيره من الناس هذه بعض الوقائع التي وقعت وأشير إلى واقعة أخرى وقعت في ذلك اليوم ألا وهي واقعة صفوان بن أمية فإن صفوان بعد الصلح الحديبية أصبح يجمع السلاح ويقول وقت الهدنة عشر سنين ستمضي سريعة فأصبح يشتري أسلحة كثيرة فلما وقعت المعركة بين بكر وخزاع وكانت بكر في حلف قريش وخزاع في حلف النبي صلى الله عليه وسلم أمد صفوان بن أمية قبيلة بكر بالسلاح على خزاع وكان هذا موجبا لنقضي العهد بالنسبة لصفوان ولذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المكة أهدر دم صفوان فهرب صفوان وترك القتال فتبعه بعض من تبعه عمير بن وهب وأخبره وطلب عمير من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنه ثم ذهب إلى صفوان وأخبره بعفو النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه علامة فأتى بالمغفر الذي كان على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة وكانت علامة ظاهرة فجاء صفوان وبقي في أطراف مكة ورفع صوته مناديا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن هذا يشير إلى عمير بن وهب قد زعم أنك أمنتني شهرين فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل لك أربعة أشهر فسيحوا في الأرض أن نشئتم فنزل صفوان وبعد ذلك طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم السلاح ليشارك به في حنين فقال أغصبا يا محمد قال بل عارية مردودة فأعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم الصفوان بعد فانظر لذلك السلاح كان مجموعا لقتال الإسلام وأهله فأصبح هذا السلاح مع أهل الإسلام يقاتلون به أعداءهم بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلنا الله وإياكم من الهدات المهتدين هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة